ما أنا أقوله لك ده أنا أقول لك رأيي أنا أقول لك معلومة طالما هذا المجلس برئاسة الكابتن محمود الخطيب بالمناسبة في أحد الأشخاص أحد الأشخاص من داخل المجلس مش فترة الانتقالات دي فترة الانتقالات اللي فاتت هارض قال إنه في بعض الوسطات إنه الموضوع يحصل لأنتم بتقوله إنه يحصل بشكل ده اترفض رفض تام من غالبية المجلس وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب فطالما كابتن محمود الخطيب على رأس مجلس دارة النادي الأهلي لن يعود رموانزان صبح للنادي الأهلي قال الله نحن وأشرف من شارك أشرف ما فيش كلام في التوقيت الحالي ما فيش كلام في التوقيت الحالي في من النادي خلي بالك أنا هنا أنا هنا متفق جدا مع هواري في النقطة اللي قالها في بعض الوسطاء اتكلموا في إنه إحنا نقدر نعمل كذا خاصة إنه الجزيرة هيمشي كل اللعيبة فإحنا نقدر والرقم هيبقى قليل طب ما كان أشرف بن شارك يجي هو فري لو الأهلي عايز أشرف بن شارك أو يقدر يخلص أشرف بن شارك أو يقدر يدفع لأشرف بن شارك اللي هو محتاجه لتنين واتنين من عشر اتنين وتلاتة من عشر مليون يورو اللي بيأخدهم كان خلص أشرف بن شارك وهو فري قبل ما يروح للجزيرة قبل العباكة دي كلها طيب أشرف بن شارك متاح في سوق الانتقالات آه في بعض الوكلة بيحاولوا أنهم يخشوا في النص يقربوا للمسافة آه لكن الأهلي أولا ما عندوش حتى هذه اللحظة ما كان يجي في أشرف بن شارك الموضوع محسوم بالنسبة لكلها في مركز المهاجم رقم اتنين الأهلي طالما أشرف بن شارك مش هيقدم تنازل فيما يتعلق بالمقابل المادي عشان كيرا برضا أنا رايح لنفس فكرة أولا متفع معاه لا أولا أشرف بن شارك لو الزمالك مش هوفره مش هوفره رقم قريب قوي 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 من اللي باخده هناك مش هيرجع الزمالك